اهلا بكم من يومين التقيت بمسؤول مصرفي بارس ونافذ مسؤول مصرفي يعني مسؤول بنكي مش رئيس مجلس ادارة بنك مش شرط يعني لكنه مطلع على السياسات النقدية وخبرة مصرفية عظيمة ويشغل منصبا رفيعا في البنوك فبابركله بقول له مبروك الدولار نازل يرف على تحت وكانت التقديرات انه هيجا عند 15.80 ويقف بقى ففجئت بان المسؤول المصرفي بيقول لي لا دانا عندي ليك خبر حلو فتوله ايه قال لي ممكن خلال 6 شهور او 7 بالكتير هتلاقي الدولار عند 14 جنيه فتوله 14 جنيه ده حلم يا راجل حلم كبير اوي طب ايه قال لي بس بشرط فتوله اه جينا على الشروط بشرط ايه ايه يا مسؤول يا كبير يا كبرة قال لي انت ظل الامور كما هي يعني وضعنا الاقتصادي كما هو مستقر اه بنسدد قروضنا ما عندناش مشاكل خارجية الامور كلها زي ما هي النهاردة لو مشت سياسيا اقتصاديا اجتماعيا والمواطن وعى وعى كيفية الحفاظ على الوطن وان دي سفنته وما فيش اي مشاكل خالص لا انت رايح ل 14 جنيه وده سعر مش هقولك عادل قريب من العادل توله يعني ايه قريب من العادل قال لي بصراحة بفروض الدولار ما يبقى اش بار 14 اقل من كده كمان لكن توقع ان في خلال شهور هنوصل لكده فبقول لهذا المسئول المصرفي معلومات البدائية ان الدولار عمال ينزل يرف علشان في شوية اجانب معاهم كم مليار دولار بيستسمروه يجوا يسلفوهم للحكومة المصرية يعودوا كم شهر ياخدوا عليهم فوائد ويسحبوها ويمشوا بر يعني دي مش فلوسنا ده استثمار اسمها استثمار في ادوات الدين بالعملة الاجنبية انا مكسبتش حاجة ولو الاجانب سعيته الصبح سحبوا كل فلوسهم من سندات الخزانة المصرية ايه جنيه حيا نهار قال لي كلامك صحيح بس عايزة اقول لك حاجة هذا النزول مش مرتبط لسبب واحد اللي هو استثمار الاموال الساخنة في ادوات الدين المصرية قال لك نحن نشهد طفرة كبيرة غير مسبوكة في تحولات المصريين اللي عاملين في الخارج فدي فلوس مش خارجة تاني دي دخل مصر نشهد طفرة ولله الحمد نمسك الخشب في السياحة فبقى عندنا عملة صعبة وفيرة نشهد طفرة ان هناك جنسيات طبعا غير مصرية تقبل على مصر الان لشراء عقار متوقع بعد اقرار قانون الجنسية كمان ان جلنا فلوس كتيرة جدا دولارات عملة صعبة فقال لي انا بطمنك مش الاستثمار في ازون الخزانة هو اللي هبط الدولار لا هو احد الاسباب لكنه ليس السبب الوحيد قلت له يعني 14 جنيه ممكن نشوفها تقول له ده كلام حلوة اوصل احنا كنا فين ده احنا كنا في العشرين لا يا اخوي نصبر الست شهور ما احنا تكوّعنا تلات سنين اللي يخلينا ما نصبرش الست شهور خلي بالك وانت بتتفرج علي بين وبينك علاقة قايمة على الاحترام بيني وبينك انا ماينفعش ابعلك الهوى اولا دي مش شخصيتي ولا تركبتي ولا مبدأي وايضا انا باحترمك فماينفعش اقولك امور رقم واحد انا مش مقتنع بيا رقم اتنين لازم تكون مصدري فعلا يعني مشهود لها بالثقة ومصدري مشهود له بالثقة واثق فيه وفي كلام يبقى احنا كمواطنين لو امورنا مشت بهذا الشكل احنا رايحين لدولار باربعتاشر طيب يعني ايه دولار باربعتاشر جنيه يعني ايه ابسطها برضو لحضرتك احنا كان عندنا دولار بـ 18 لو توقعات المسؤول المصرف البارس صدقت وانزلنا الـ 14 ده معناه تراجع 25% في قيمة الدولار معناه بالبلدي ان الجنيه ارتفعت قيمته 25% نبسطها بارقام اكتر حضرتك لما كان الدولار بـ 18 كان معاك مرتبك 1000 جنيه لما هيبقى الدولار بـ 14 مرتبك كأنه زاد بـ 1250 جنيه هل الشرك هتزودك 250؟ لا كافة اسعار السلع والمنتجات والخدمات هتتراجع 25% نشرحها تاني حضرتك بتشتري تلاجة 70% 80% مكوناتها بنستوردها من الخارج فالتلاجة دي انت كنت بتشتريها لما كان الدولار بـ 18 بتشتريها بـ 8000 جنيه لما الدولار هيبقى بـ 14 هتشتريها بـ 6000 جنيه 6100 وهكذا عربية بـ 400 ألف هتبقى بـ 300 ألف انت شايف؟ دهب بتشتري الجرام بـ 600 هيبقى بـ 450 وهكذا إيه فكرة التراجع على 25% بس مع سبات سعر الدهب بأسعار النهارد طول ما انت ماشي كده طب أنا عندي لك خبر تاني مصر تقوم البنزين اللي هي بتدهولك بأسعاره في الأسواق العالمية بالدولار عايز أقول لك لو الدولار يوصل بـ 14 أتوقع ان احنا هنلاقي البنزين أسعاره بتتراجع 10 و 15% ابنك أو بنتك لو في مدارس خاصة أو حكومية مع تراجع سعر صرف الدولار ينبغي على وزارة تربية والتعليم والتعليم العالي إكبار من الجبر للمؤسسات التعليم الخاص بتخفيض كل ده معناه ان إجمالي دخلك هيزيد 25% يعني أنا ما بقيتش محتاج أنا طبعا إحنا طبعين محتاج الحكومة تزودني بالسمرار ومحتاج الشركة اللي شغال فيها تزودني الزيادة سنوية لكن قصدي انت الزيادة دي هتيجي بشكل مبسط كم معايا كم معايا ألف جنيه بشتري بيه عشر سلعة بعد الدولار سعره ان شاء الله ما يتراجع ويوصل للاربعتاشر انت هتشتري بيه حدود 13 سلعة نفس الالف جنيه نفس الالف جنيه يعني إزازة الزيت أم عشرة مفروض تبقى بسبعة ونص ويش ده يتطلب إيه يتطلب قبض حديدية من حكومة مدبولي لأن المواطن زي ما تحمل عناء ثلاث سنوات وصعوبة وقاصة الأمرين وخلاص ما بقاش حلطه اللضة زي ما بيقولوا عليه أنه هو يشعر بتراجع في الأسعار السلعة والخدمات الدولار نزل دلوقتي من 18 ل 16 إلى ربع يعني فقد 2 جنيه وربع الفقد ده يوازي كام يوازي حوالي 15% آه فيه أسعار عربيات بيتم الإعلان عنها انخفض بس مش كل المواطنين معاهم ملاء مالية يشتروا عربيات لا أنا عايز أسعار أجهزة واسلعة بعمرة الشباب اللي بيجاوز عايز أسعار غرف النوم العفش عايز كمان ده يأثر على علبة الكشري وطبق الفول وطعمية اللي بيأكلوا في العربية النهاردة انت بتتكلف في 13-15 جنيه في طبق فول صغير المعدن ده لو انت بتاكل على العربية فول وبيضة مسلوء أو 3 ترغيفة 11-12-13 جنيه عشان عمل بنى بأنه يعني يقيم صلبه لا انت بتتكلم فيه عايز له طاقتين 3 من ده وبالتالي انا اتمنى من حكومة بلدي في الوقت اللي فيه بؤشرات اقتصادية جيدة جدا جيدة جدا بالارقام الحقيقية وليست الخزعبلية والهلامية انها تفرض سطوتها على السوق وان الاسعار ينبغي ان تتراجع حتى يشعر المواطن بتحسه وان صبره اللي رئيس الجمهورية طلب من المواطنين يصبره بدأ يحصد نتيجة هل الحكومة وعية لده اتمنى لان ما ينفعش الاسعار تنزل الدولار ينزل والاسعار ما تنزلش ويواصل كل تاجر جشع زيادة ارباحه الباهزة في جيوبه ده ما ينفعش يا اخوانا اتمنى اتمنى من الحكومة لان الدولار نزل فعلا اتنين جنيه ورب مرشح كمان يخسر مية خمسة وسبعين قرش اربعة جنيه يعني خمسة وعشرين في المية اتمنى ان الحكومة تكون موجودة اتمنى فعلا مراقبة حيائية في الاسواق اتمنى فكرة الاتاحة السلاسل المجمعات انا عايز المواطن يشعر ان دخله في عشرين عشرين زات خمسة وعشرين في المية نارده وزير المالية عقد مؤتمر صحفي موسع معانا الفيديو بتاعي يا شباب و تعالوا نشوف مقتطفات واقول لك ارقام حقيقية وارقام يعني عايز اشرح مني شوية احنا محددين مستهدفاتنا على اساس رقم واحد ان انحقق اثنين في المية من الناتج المحلي الاجمالي فائد اول فائد ده عبارة عن الفرق بين اراداتنا ومصرفاتنا بدون الفوائد احنا السنة اللي فتت حققنا ين في المية السنة دي Xin界 الله بإذن الله مستهدفين نحق اثنين في المية وانا اعتقد ان احنا الحمد لله في النصف الاولين الحقنا احسن السنة اللي فتوا بالتالي ده بيدينا معشرات انه هو ان شاء الله بإذن الله على تلاتين ستة نحقق المستهدف لاثنين في المية المؤشر التاني كان الدين الدين للناتج المحلي حجم الدين بتاعنا الى الكمية اللي احنا بننتجها كمجتمع السنادي أو المتوقع احنا كنا حطين انه يكون 89% احنا اشتغلنا وعملنا تسويات وعملنا سداد وما إلى ذلك ده بيخلينا نعدل المستهدف للأفضل ونقول ان توقعاتنا انه الدين للناتج المحلي ينزل ل83% أفضل من اللي كنا مستهدفينه 89% ده شيء كويس لانه احنا كلنا بنشتغل على تخفيض الدين لانه لما بخفض الدين بخفض خدمة الدين وبخفض موارد الدولة اللي رايحها بتسدد فوائد الدين فده مؤشر كويس وهنعكس ان شاء الله بإذن الله وانحنا بنعمل الموازنة الجديدة فده بيدينا مساحة أفضل لان موارد الدولة تبقى رايحة في الاتجاه المكان او المكان الصحي بتاعها للتعليم للصحة لخلق فرص عمل واستثمارات المؤشر الثالث هو العجز الكل العجز الكل هو عبارة عن اللي جاي من الأولي زائد الفوائد بتاعت الدين احنا يمكن المستهدف هو 27 من 10 ان احنا نحققه على 36 بأكد ان ان شاء الله بإذن الله الأرقام اللي قدامنا والأداء اللي قدامنا بيقول ان شاء الله نحقق 27 من 10 طبعا كمواطن ممكن تقول لي طب انا عاوز احسن مستوى المعيشة بتاعتي انا مستهدف ان انا حاسن ما فطبعا انا بقول تحسين مستوى المعيشة ده ليه عناصر متعددة عنصر منها انه السيطرة على الاسعار وان السلع تبقى متوفرة بحيث ان وحدات النقود اللي معايا تمكنني من شراء كمية السلع والخدمات لانه لو الاسعار ترتفع كل يوم مع كمية الفلوس اللي معايا مش هقدر فالحمد لله الفترة اللي فاتت شافت ان توفر السلع وشافت انه الاسعار بتستقر وما فيش التدخم لتدخم معدلاته نزلت الحمد لله الحاجة التانية اللي ممكن تقول لي عليها ايوة برضو الخدمات المقدمة لليم انا لو الخدمة مش بنفس الجودة او مش متوفرة او كده هتطر ان انا ادفع تمانها او ادفع تمانها اكتر برضو دي نقطة من النقاط اللي احنا بنشتغل عليها انه اهم الخدمات الصحة التعليم مثلا توفر وسائل المواصلات الكلام ده كله تبقى متوفرة للناس العنصر التالت انك تديني دخل مع يعني توفر السلع ومع استقرار الاسعار انه تديني دخل يمكنني ان انا احسن واعوض الفترة اللي كان فيها تدخل وده اللي بنشتغل عليه انه باستمرار ان شاء الله باذن الله الموازنة العامة للدولة تكون فيها يعني ما يمكن من انحق الكلام ده فالحمد لله ان ربنا كرمنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل لتنين عمالين نخفض العجز عمالين نخفض الدين وفي نفس الوقت بنصرف علشان نمول المشاريع دي كلها هلخص لك كل كلام اللي قاله وزير المالية في جمل بسيطة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استمرار هذا التراجع معناه زيادة في القوة الشرائية لعملة بلدك مثال بسيط اللي كنت بتشتريب الف جنيه من سنة النهاردة مفروض تشتريب تمنمية كمان ست شهور تشتريب سبعمية وخمسين بقول مفروض من اللي ينفذ المفروض الحكومة او تسبنا للتاجر الجاشع اللي رفع السلعة دبل وثلاث اضعاف لما الدولار نط لازم غصبن عنه يخفض لازم بقى ايدي قوية من الحكومة اه وين ابرز اه يعني اسماء يا عم تجار محترمين لما السعر سلعة يتراجع الدولار يتراجع ماها انت بتشتريه بتستورد مثلا بفرد الكويتش مثلا بقى الف جنيه النهاردة اميتها تبقى بثمنمية اه اه يعني لازم احس بدا انا بفجأ ان الحاجة بتغلى بتغلى ليه يعني الحكومة هنا فين فين المحافظين فين نواب المحافظين لازم المواطن يحس بنتائج حقيقية على ارض الواقع وللامانة هناك تحسن اقتصادي المواطن عمره ما هيعترف بكلمة من كلمات شوف رئيس الوزر ولا الوزير الا ازا راح السوق لقى السلعة قدامه اللي كانت بعشرة جنيه بقت بثمنم هيقول ده كده صح انما لما يروح يلاقيها ب11 وب12 ده تبقى اللي تدب انا بجيبلك من الاخر هناك تحسن حقيقي ينبغي ان ينعكس على جيبك بنسبة لا تقل عن 25% 15% الان او 18% 25% اذا صدقت توقعات المسؤول البرد وزير المالية النهاردة بيكلم على نتج محلي اللي مصر تجاوز 6000 بليار جنيه يعني اجمالي شغل المصريين ومبيعاتهم توازي 6000 بليار جنيه وزير المالية بيكلم خفض نسبة الدين للنتج المحلي ل83% لما يقولك ان نسبة الدين كانت 108% لاجمالي النتج المحلي باختصار شديد انا دخلي 1000 جنيه كانت ديوني 1080 يعني ديوني ازياد من اراضي بـ 8% النهاردة لا انا دخلي 1000 جنيه وديوني 830 جنيه هل معنى كده انا خفضت الدين لا كده انا اجزب عليك لو اقولك ان كل ديوننا ترجعي لا خالص خالص اللي حصل ان دخلك ذات يعني انا مدين بـ 1080 جنيه ومرتبي 1000 جنيه كده يبقى نسبة الدين للدخل بتاعي 100% فجأة جات لعلاوة بقى مرتبي 1300 جنيه بس الدين زي ما هو اللي هو الـ 1080 فبعمل له نسبة مقارنة بدخلي فنسبة الدين تقلي لكن اصل الدين لسه كما هو لا يعني احنا برضو جميل عندنا مؤشرات اقتصادية بس دي نسب معترف بقى دوليا ان انت تقول مثل هزي الارقاب اجمالا النتيجة جيدة جدا اه اتمنى ان المواطن فعلا يشعر اه بدا معلومة مهمة النهاردة قالها وزير المالية ان وزارة المالية سددت 60 مليار جنيه لشهادات قناة السويس عندما حانى موعد استحقاقها لا الحكومة بقى عملت ايه ولا سوت ايه لا اللي كان ليه فلوس استردها كاملة انت ليك اكل ولا بحلقة حطيت وديعة جات لك الفلوس الوديعة من اهم مقال وزير المالية اجتماع مع الصناعة اه مع وزيرتي الصناعة دكتورة نيفين اه جامع الاسبوع القاتل انا بصراحة شايف ان الاجتماع ده ربما يكون اتأخر اسبوع ليه لان انا عندي مبادرات من البنك المركز المصري لدعم المصانع المتعسرة وعملنا حالة عندها هنا بقيمة 100 مليار جنيه ده الدعم فلازم بقى على ارض الواقع وزارة الصناعة ووزير المالية يوجدوا بقى طرق اخرى لتشجيع الصناعة خلونا نروح لأخبارنا بسرعة عايز نروح النهاردة ليه النوبة اهلنا في النوبة حيث النهاردة قاء السيسي وفى بوعده اتلاقي ده في كل جرية بكرة بإذن الله ودي حقيقة اهلنا في النوبة على مدار 60-70 سنة عندما جرى بناء تعليد خزان اسوان وبناء السد العالي وجرى تهجرهم لهم تعوضات تخيل تخيل اهليك في النوبة اخوانك بقى لهم 70 سنة ما خدوش مستحقتهم النهاردة في حضور السيد رئيس الوزراء وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية قام السيد رئيس الوزراء في اسوان بتسليم المرحلة الاولى لتعوضات المدارين من تعليد خزان اسوان والسد العالي معايا على التليفون المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء مساء الفل وهو خبر صار سيد المستشار عاوز اعرف تفاصيل ما جرى وخاصة ان السيد رئيس الوزراء اعلن ان الباب مفتوح لتلقي طلبات اخرى من اهالي النوبة اللي لم ينالوا الحظ في صرف هذه المستحقات مساء الخير سيد محمد تحياتي لحضرتك اللي حصل النهاردة يعني انا بوصفه بانه ملحمة لان لما الحكومة والدولة المصرية تنجح في حل مشكلة تاريخية يعني يزيد عمرها عن مية وطمنتاشر عام فده يعني بكل المقاييس انجاز خزان اسوان انشئ سنة 1902 والغاية سنة 2020 كان هناك بعض المتضررين من انشاء هذا الخزان لم يحصلوا على التعويض المناسب بداية القصة طبعا في 2017 كان مؤتمر الشباب اللي عقد فيه اسوان بحضور السيد الرئيس واحد شباب اسوان قام وعرض على السيد الرئيس هذه المشكلة رئيس عبد الفتاح السيس السيد الرئيس لم يتردد على الفور وجه ب يعني تشكيل لجنة لحل هذه المشكلة حلا جذريا وبدأت الكرة يعني منذ هذه اللحظة تسير على مدار ثلاث سنوات الحكومة عملت في هذا الملف بكل يعني دأب تم تشكيل عدة لجان لحصر الطلبات والبت فيها والنظر فيها بحب في هذا الصدد يعني اشيد بالجهد اللي امبي المستشرة عمر مروان وزير العدل الحالي ووزير شؤون مجلس النواب السابق لانه هو اللقار عمل هذه اللجنة اللجنة الوطنية لوضع آليات تنفيذ هذه التعويضات ما تم اليوم هو تسليم الدفعة الاولى من التعويضات سواء للذين طلبوا تعويضات مادية او تعويضات بسكن بمسكن او تعويضات من خلال ارض زراعي الحكومة لما وضعتها يعني آلية التعويض وضعت ثلاث خيارات امام اهلين المستحقين لهذه التعويضات اما ان يحصل يعني من فقد مسكنه بسبب خزان اسوان او السد العالي امامه ثلاث خيارات اما ان يحصل على مسكن بديل اسكان اجتماعي او يحصل على قيمة هذا المسكن بقيمة 225 الف جنيه او ينتظر اي خطط للتنمية في المستقبل يكون له نصيب فيها ومن فقد ارضه بسبب ايضا السد العالي امامه ثلاث خيارات اما ان يحصل على ارض بديلة في منطقة موجودة في اسوان او يحصل على تعويض مادية عن قيمة هذه الارض التي فقدها او ايضا ينتظر مشروعات التنمية في المستقبل وكل الذين طلبوا يعني او ملقوا استمارات الرغبات كل منهم حصل على الرغبة الاولى من طلب يعني من كانت رغباته الاولى الحصول على مسكن حصل عليه وبالنسبة للمسكن عايزة اوضح ان المسكن الاسكان الاجتماعي لم يكن قاصرا فقط على محافظة اسوان اعرضنا مساكن في 12 محافظة لاننا نعلم ان بعض اهلنا في اسوان ربما لم يعودوا يعيشون هناك حاليا وربما يفضلون ان يحصلوا على هذه المساكن في محافظات اخرى يقيمون فيها حاليا فاعرضنا مساكن في 13 يعني محافظة اسوان زائد 12 محافظة اخرى والحمد لله استجبنا لكل الرغبات وزي ما حضرتك قلت في بداية الخبر او تعليقنا على الخبر ستكون في مرحلة ثانية واخيرة لأهالينا المستحقين سيتم فعل اعلان عن فتح الباب لها قريبا وبختام هذه المرحلة الثانية سنكون قد اغلقنا هذا الملف اغلاقا نهائيا ووجدنا حلا جذريا لمشكلة تعويضات اهالي النوبة المتدردين من خزان اسوان سيادة المستشار السؤال التاني الازمة دي بقى لكم سنة ازمة خزان اسوان بنتكلم في مية وطمنتاشر سنة سد العالي السد العالي بنتكلم في الستينات يعني بنتكلم في فوق الفوق الستين سنة وطوال الحكومات السابقة محدش فكر يعود اهلنا في النوبة طوال الحكومات السابقة لم يتم اتخاذ اي اجراء كما اتخذ حاليا ربما بعض الحكومات حاولت لكن مثل هذه القرارات تحتاج الى يعني ارادة سياسية ارادة سياسية ارادة سياسية وشجاعة والحمد لله توفرت هذه الإرادة السياسية وتوفرات هذه الشجاعة في اتخاذ مثل هذا القرار لأن لما بتتكلم في المشكلة بقالها 118 سنة يعني ده المشاكل اللي مقالها 118 شهر لا ده الأحفاد هنا هم اللي بيصرفوا الفلوس ماذا القبول الشعبي من المستحقين لمبادرة الساد رئيس الجمهورية والساد رئيس الوزراء النهاردة يعني محافظة أسوان كلها كانت في عيد يعني أهلين بتوع النوبة مبسوطين ومش هيبة في مشاكل تاني الأهلين في النوبة مبسوطين جدا لأن زي ما يقول لحضرتك كل من لم يحصل على حق حصل عليه بالفعل ووفقا للرغبة التي ذكرها يعني مفيش حد كتب رغبة ومخدهاش انتو نفستم الرغبات نفسها الرغبة الأولى يعني كل واحد كان ليه ثلاث رغبات كل واحد حصل على الرغبة الأولى يعني مفيش حد مثلا كان ليه رغبة أولى ان يحصل على مسكن وقلنا له لا مفيش مسكن هتاخد فلوس اللي عايز مسكن خد مسكن العايز تعويض مادي كم ألف مستفيد من هذا الموضوع احنا بنتكلم في حوالي ستلاف ومائة مستفيد في هذه المرحلة اللي حصل منهم بالفعل على وقدم الأوراق المعتمدة حوالي 2500 والباقين مستحقين أيضا ويعني لن يضيح حقهم لكن فور تقديمهم باقي الأوراق اللازمة سيحصلون على الحق يعني بنتكلم في إجمالي حوالي 6200 شخص في المرحلة الأولى المرحلة الأولى يعني لسه فيه تاني وتالت ورابع؟ لا هو فيه تاني فقط تاني كم ألف كمان؟ وليس تاني فقط كم ألف؟ ستة برضو؟ لا المرحلة التانية طبعا متوقعين العدد سيقل كثيرا عن ذلك يعني إحنا فتحنا المرحلة التانية لسبب يعني بعض الأهالي ربما في البداية كانوا متشككين في جدية الحكومة وربما لم يتقدموا من الأصل بطلبات تكلفة المرحلة الأولى على الحكومة قد إيه؟ يعني تكلفة كبيرة يعني يكفي أن أقول لحضرتك بالنسبة مثلا لتعويض المادي بنتكلم في مبلغ يقترب من 400 مليون جنيه ده التعويض المادي فقط ده غير بقى شعي الإسكان الاجتماعي وقيمة الأراضي الزراعية فعني تكلفة كبيرة جدا سنحصرها إن شاء الله في النهاية ونرزر بها قيان بالتكلفة المادي أشكرك سيادة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء معلقا على تسليم متضرري خزان أسوان والسد العلي أحفظهم أول ورثة للدقة يعني من السيد رئيس الوزراء النهار دكتور مصطفى مدبولي تعوضها أنا كنت بسأله على إجمال القمة إيه بأسعار النهار بيكلم في 400 مليون جنيه كاش وفيه ناس خادت شوء يعني عم أقولي شوء بـ 200 مليون 300 مليون ده المرحلة الأولى 2000 صرفهم المرحلة الأولى 6000 يعني صرفت 600 مليون على التلت يعني كل التكلفة هتبقى 2 مليار بأسعار النهار لو أنت رجعت قبل التعويب يعني في 2010 كانت التكلفة هتبقى مليار جنيه ايه يعني لما كانت الحكومات السابقة قبل ثورة جناير راضت أهلنا في النوفة ده احنا المستفيد الأول مات من 100 سنة ينفع ورصة الورصة ورق أعفاد الأعفاد يعني ليه نقر في الناس كده لكن الحمد لله أهو حصل التحية طبعا للرئيس عفتاح السيسي الساد رئيس الوزراء مستشار عمر مروان اللي يعني فصححه ما كان ينبغي على 60 سنة حكومات أنها تفعله ولو تسألني كان ينبغي على حكومة عبد الناصر اللي عملت الساد العلي كان ساعتها التعويض واجب النفس هروح ليه لندن الرئيس السيسي حضر قمة الاستثمار بين بريطانيا وأفريقيا أفريقيا فيها أمريكا كمستثمر فيها الصين كمستثمر فيها روسيا كمستثمر بريطانيا شايفة أنها ما دخلتش أفريقيا لحد النهار عمل مؤتمر مهم جدا في لندن بقادة أفريقيا ورئيس السيسي حضر والتقى بزعماء الأفارقة ورئيس وزراء بريطانيا وألقى كلمة فيها تعالوا نشوف مقتطفات من زيارة الرئيس السيسي لندن ورغم دخامت جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة الإفريقية بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بكل أبعادها وعلى رأسي اجتزاب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو موضوع قمتنا اليوم إلا أنني أستطيع القول بعد مر عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة في إرساء الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الإفريقي أن هناك فرصاً واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية مثل تلك المتواجدة هنا في المملكة المتحدة ومن هذا المنطلق فإن دول القارة الإفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة ومن بينهم بريطانيا لا سيما فيما يتعلق بالمحاول الأربعة التالية ذات الأولوية لقارتنا تسألني بنبسط إنك كمصري ورئيسك تدخل في جل المجالات دي مش تبعث وزيري يمثل مصر أو كذا إنك تبقى حاضر وإحنا بنتكلم على ليبيا مبارح في مؤتمر بردين رئيس مصري يبقى حاضر التواجد أو الوجود المصري في أعلى سلطة من أعلى سلطة ده أمر جيد يعني بيخلي مصري أخي تبقى موجودة في المحافل الدولية بعد الفاصل هيشرفني أستاذنا الدكتور نادر نور الدين وحوار مهم جدا حول توقعاتنا للجولة الأخيرة للتفاوض والجرس بتاع الملاكمة ينزل ونشوف صد النهضة هيعمل في أمريكا يوم 28 و29 يناير بس قبل مختم عايز علق وأقول إن إحنا مبارح في فقرة هموم الناس استغاثة بنا اتنين من السادة المواطنين من محافظة الأسكندرية كان فيه استغاثة تتعلق بطرق وميكروبسات وفيه استغاثة تتعلق بجبال من القمامة موجودة في إحدى المناطق في العجمي تواصل معي السيد محافظة الأسكندرية صباح اليوم وقال إحنا اشتغلنا على الشكوى فورا الصور معروضة أمامكم قبل وبعد دي القمامة موجودة وهم بيجمعوها عرضوا يا شباب كل الصور وعرضوا المكان وهو نظيف برضو ودي صور جات لي لأن أنا نشطة أيضا وزير التنمية المحلية اهتم المتحدث الرسمي آه أدي الكوشك اللي بينظفوا تحته آه دا الكوشك اللي كانوا بينظفوا تحته الدنيا مطر في اسكندرية آه آه دي القمامة دا الشارع بعد نظفته آه اهتم أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة تنمية المحلية لأن أنا نشطة وزير التنمية المحلية وقلت له لو سمحت صح صحه مع مشاكل الناس كان اهتماما مشكورا من وزارة تنمية المحلية ومن محافظة الأسكندرية الأمانة اقتضت أن أنا أعرض الصور اللي بعتوها لنا أحب أول مسؤول اللي يتابع شكوى المواطن ويعمل على حلة وتبقى فقرة هموم الناس هي الفقرة المحببة إليكم والأكثر انتشارا في كل برامج الشاشات الفضائية المصرية هطلع فاصل بعد الفاصل دكتور نارد نور الدين وسد النهضة يعني نخلص من ليبيا نطلع على سد النهضة يعني دي الأضايا المحورية والمواطن زي ما القيادة أيضا بتبقى مشغولة بالملفات الأربعة لوحدودنا الأربعة حجم التحديات الخطيرة اللي بيواجهنا لازم أيضا المواطن يبقى عنده عايزة أقول إيه ثقافة أيضا إيه اللي بيحصل وصلنا لحد فيه غطينا في الحلقات السابقة ما يدور حوله التسليح الجيش المصري ليبيا مؤتمر برلين نارد عايزين نتكلم عن صد النهضة خاصة أنه يوم 28 و 29 يناير الحال بإذن الله مفروض يتم بقى توقيع الاتفاق النهائي ونصل إلى حل هروح على طول اللي ضيفي أرحب بيه أستاذ دكتور نادر نور الدين خبير المياه والزراعة الدولي المعروف أهلا بحضرتك أهلا يا سيد محمد في البداية هتدي لك دقيقة ونص بس مش أكتر عن قصة صد النهضة إزاي بدأت وراحوا المين زمان وكانوا عايزين يعملوا السد هو صد النهضة كان موضوع قديم من أيام عبد الناصر عمل السد العالي وغضب هيلة سلاسي إمبراطور إثيوبيا أيامها إنه زي ما تواخدوش موافقة إثيوبيا فكان رد مصر إن إحنا آخر دولة فالسد اللي بنعمله ومش هيئسي حد المتوسط وبدل ما تروح للميا الملحة المواطن المصري أولى بيها يعني ومع ذلك اشتكان في الأمم المتحدة وجات لجنة من الأمم المتحدة قيمت وقالت ده أعظم مشروع في القرن العشرين للحفاظ على المياه العزبة في العالم وأنصفت مصر جدا يعني بعدها حصلت مشكلة ما بين عبد الناصر والأمريكا بعد رفض البنك الدولي تمويل السد العالي في مصر وروسيا هي الموليته وتولت تنفيذه فعملوا دراسات لإثيوبيا عن عدة سدود أربع سدود على وجه التحديد على النيل الأزرق على أنه ده يخنق مصري في المستقبل يعني بس الأربع سدود كانوا أربع سدود صغيرين يعني سد النهضة ده كان ساعته أياما في الرسم الأمريكي كان 11.5 مليار فقط والأربع سدود كلهم كانوا أقل من 40 مليار فهي دي البداية من بدأوا فيها من سنة 59 خلص 64 بداية أمريكية بداية من إلى سلاسي من ملاهضة عبد الناصر في الستين البداية كان غضب من بناء السد العالي غضب من تأسيم مية النيل ما بين مصر والسودان دون الرجوع إلى باقي دول حوض النيل ثم مشكلة مع أمريكا قدت إلى وجود تخطيط مشترك بينه وبن أثيوبيا لعدة سدود على النيل الأزرق على وجه الخصوص وبعدين نام الموضوع سنين طويلة 30-40 سنة إلى أنفجئنا أنه بعد أحداث 2011 لا كان اتعرض على الرئيس الأسبق مبارك اتعرض على الرئيس الأسبق مبارك كان سنة 95-96 بعد حدث الاختيال محاولة الاختيال كان محاولة الاختيال في اتجاهه لأجلس أبابا وأيامها الرئيس مبارك رفض وكان بساعة 14.5 مليار فقط يعني مبارك رفض 14.5 مليار وكانت السودان مأيد عشان عملية الإطماء والفيضان فلما عرض عليها رد الرئيس مبارك وقال لهم لما تخلصوا الأنهار التانية اللي عندكه بأفضل النيل الأزرق انت عندك تسع أحواض أنهار وكل حض نهر مكون من أنهار كتيرة روافد بنسميها يعني لما تخلصت تسع أنهار تبني عليهم سدود تعالى للنيل الأزرق اللي هو شريان الحياة في مصر زي ما هنوضح ليه مصادر المية ودور النيل الأزرق وبالتالي رفض الرئيس مبارك وكرر تاني المحاولة سنة 2007 مليز زيناوي جيه برضو عشان يستأذن مبارك في أنه السد الحدودي ده هنولد منه كهرباء والمية تنزل على التربين وتكمل على مصر فما فيش حاجة هتنقص من حسة مصر والكمية كلها 14 مليار والنيل الأزرق بيجيب 50 مليار فبرضو أصر حسن مبارك على أنه عندكه أنهار كتيرة خلصوها الأول وبعدين تعالوا للنهر اللي ما عندناش غيره بالنسبة لي اللي هو النيل الأزرق هو ده الرافض الرئيسي بتاع المية بتاعتنا طيب دي برضو فرصة عشان نوضح للناس أنه النظام نهر النيل إيه نهر النيل مكون من أربع نهار تلاتة منهم بيجوا من إثيوبيا واحد بيجي من البحيرات الاستوائية العظمى من ست دول اللي هي بحارة فيكتوريا وبحارة ألبيرت وفيها كينيا وتنزانيا وأوغاندا يا اه لك هقولك فتلاتة أنهار اللي بيجوا دول من إثيوبيا أكبرهم النيل الأزرق بيجيب ستين في المية من مية نهر النيل نهر النيل كله أربعة وتمانين مليار النيل الأزرق بيجيب منهم تسعة واربعين مليار نهرين بعد كده واحد في الشمال واحد في الجنوب عberries والصباط الاتنين دول بيجيبوا اتنين وعشرين مليار وبعدين ييجي النيل الأبيض يجيب حوالي خمستاشر مليار في بنسبة حوالي 15% يعني إذن الثلاث أنهار بتوع إثيوبيا بيجيبوننا حوالي 85% من مية نهر النيل اللي هي 84 مليار اللي بيننا وبين السودان ده بمثل 60% من المية دي جاية من النيل الأزرق وال40% بقى جاية من عدبارة والصباط والنيل الأبيض اللي جاي من بعيد من عند خط الاستوى في قارة أفريقيا عند منطقة البحيرات الاستوائية العظمى وبالتالي هنا لما نيجي نتكلم على أي نقص في مية النيل الأزرق حننسيبها لل84 مليار مش لل55 ونص لأنه هو نهر من أربعة بشاركه في مية النيل اللي بقى اللي حينقص حينقص من ال84 من حسة مصر والسودان مع بعض ما زي ما البعض دايما يحاول أنه يدخل في أزهان الناس أنه ده من حسة مصر بس من ال55 ونص لا من ال84 اللي مصر بتاخد 55 ونص والسودان بتاخد 18 ونص وفي عشرة بتبخروا من بحيرة الناصر أو بحيرة السد العالي في مصر يبقى ده النظام بتاع نهر النيل عشان نبعارفين أربع روافت كبار النيل الأزرق هو أكبرهم 60% 49 مليار من إدمالي ال84 مليار اللي بتوصل لأسوان وبنقسمها وجهة نظر مبارك الرئيس الأسبق بيقول لأسيوبيا أنت عندك ثلاثة أنهار غير النيل الأزرق روحي تسع نهار روحي ابني السدود عليها طيب هما ليه يجوم عن النيل الأزرق يعني مثلا هما عندهم نهرين مع الصومال وعندهم نهر مع كينيا وعندهم نهر مع جبوتي وعندهم عدة أنهار فوق في الجزء الشمالي اللي منهم بيطلع نهر عدبرة ويقدروا يبنوا عليه السدود هما بانوا فعلا على نهر أمه اللي بينهم وبن كينيا تلت سدود وده عمل مشكلة في شمال كينيا وتهجر 20000 واحد واشتكوهم في الأمم المتحدة وبعد ما كانوا وعدوهم أن حصة كينيا مش هتقلب ولا كوباية ميا واني دي سدود تقديد جهرباء قالت والبيئة ضهورت وكان في بحيرة بصب فيها نهر أمه ده بحيرة اسمها بحيرة تركانة دي حيوان وحيد القرن هو منبع ودي بيعتبروها أجمل بحيرة صحراوية في العالم وبحيرة سياحية كان بيجي لها كل سنة عدد كبير من السياح فتقريبا طول ميتها ملحت بعد الثلاث سدود وإحنا خشينا أن تتكرر التجربة دي معانا دون ضمنات عشان كده خدنا التجربة اللي ما بين إثيوبيا وكينيا لما بانت ثلاث سدود على نهر أمه وقطعت المية عن جريتها الجنوبية والمؤيدة لها وقتها كينيا أن ده يتكرر معانا وبالتالي كانت المباحثات شقة أنه إحنا عايزين ضمنات يعني أنتوا بتقولوا أنه السد النهضة مش هيدر مصر وأبي أحمد لما جيه مصر أول مرة قال ده يمكن حصة مصر تزيد ده مش هتقل لأننا لازم أسحب مية ديها للتربونات لما بنيجي بقى نقول لهم طب نحط بقى الكلام ده على الورق بيرفض إذن أنت بتقول الكلام والواقع حاجة تانية وبالتالي إحنا عايزين كل حاجة من هنا وجاي تكون موقعة ويكون كويس قوي أنه دخلت أمريكا والبنك الدولي شهود على المفاوضات هرجع ليه النسب صد النهضة في بداية عرضه من أسوبيا على مصر كان ارتفاعه كم والتخزين كم مليار وراء كان ارتفاعه تسعين متر والتخزين وراء 14.5 مليار فقط ودلوقتي أصبح ارتفاعه 145 متر بدل تسعين وبعدين نضمله سد جانبي آخر وهو ده السد المصيبة اسمه سد السرج أو السد الجانبي ده اللي بيزود 60 مليار يعني الـ 14.5 دول لما تحطي السد الجانبي قفل فتحه ما بين جبلين كان السد الرئيسي اللي هو التسعين متر ده حيرفع المياه فالمياه تهرب من المسافة اللي بين جبلين وتيجي مع الانحضارة على السودان ومصر دي بطول حوالي 5 كيلو 4800 متر بالزبط أفلوها بالسد الجانبي بارتفاع 50 لـ 60 متر دلوقتي 50 متر النمك قد يرتفع فأضاف 60 مليار يعني من غير السد الجانبي ده كان هيفضل سد النهضة 14.5 مليار دلوقتي السد الجانبي اضاف 40 مليار مع الارتفاع كمان إلى 145 بدل 90 و95 متر فأصبح السعة الإجمالية لصد النهضة تخزين مياه حوالي 75 مليار الإضافات والتطويرات في جسم السد النهضة تمت بعد 2011 يعني إيه الإضافات والتطويرات لا يعني آآ آآ دي كلها كان لغاية لما جيه سنة 2009 من الزناوي وقابل حسن مبارك كان بيتكلم معاه على إنه ده سد الحدود بـ 14.5 مليار لكن بعد صورة يناير عندنا الدنيا بازت هنا مفيش دولة ولا حكومة فرحوا مقررين يعلمها وده اللي قالوا صاحب الشركة اللي هتنفذ السد لما اتشكلت بعد عام 2011 طلبنا تشكيل لجنة دولية لتحديد إذا كان السد ده معموله دراسات ولا لأ وإيه هي أضراره على المياه وعالبيئة وعلى الزراعة والعمالة اللي في مصر فجاءت لجنة دولية مكونة من أربع أفراد خبير من إنجلترا وخبير من فرنسا خبيرين من إنجلترا ومن فرنسا ومن جنوب أفريقيا فسألوا صاحب الشركة الإيطالية المنفذة ما هو الغرض من البناء لسد النهضة وما هي التكلفات اللي خدتها من الحكومة الإثيوبية دائما السدود إما سدود لتوليد الكهرباء إما سدود للري ومياه الشرب إما سدود مزدوجة للتنين يعني يخز المياه ويروي ويدي ويولد كهرباء فقال والله أنا خدت من مني الزناوي كلمة واحدة إن أنا عايز سد عظيم وكبير بأكبر سعة ممكنة إنما ما خدتش هو الغرض منه تخزين مياه بخلاف توليد الكهرباء ما خدتش إذا كان فيه أغراض تانية أو لا إذا كان ممكن يروي منه أراضي زراعية حوالين بحيرة التخزين أو إنهم يعملوا مصانع أو يعملوا أي نشاط اقتصادي إنما أنا يعني اتقلي فقط عظيم وكبير وعايزه يكون رقم في السدود الأفريقية مثلا إن يكون أكبر سد في أفريقيا إن يكون واحد من عشر أكبر سدود في العالم يعني كما هو كان عايز ريكورد وخلاص فده بالتالي هنا إحنا استغربنا لأن السدود تقام بغرض معين إما سد توليد كهرباء إما سد التحزين المياه زي السد العالي مثلا أو للاتنين مع بعض أو معهم الرأي كمان فإذا هنا اعترف الراجل إنه إسيوبيا عمل سد استغلت الظروف بتاعة مصر عشان تعمل سد دون التفكير في مصالح السودان ومصر قد يكون مؤذي قد يكون دي البلدين إنما الرؤية الإسيوبية كانت غايبة عشان كده تلع تقرير اللجنة الدولية اللي انتهى في عام 2013 من الأربع خبراء الدوليين دول وقال إنه سدًا بلا دراسات سدًا بلا دراسات وإنه الرسوم الإنشائية لا ترقى إلى عمارة في أوروبا مثلا وإنه لابد من احتياج إلى مزيد من الدراسات توقفت المفاوضات بعدها ورفضت إسيوبيا وجود أي لجنة دولية بعد كده عشان حتبقى شاهد ودي خبراء دوليين ما محدش فيهم يقدر يجامل حد وأصرت أن تكون أي مفاوضات بعد كده دون وجود أجانب وبكون بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط وبالتالي توقفت المفاوضات من عام 2013 إلى أن عادت مصر إلى الاتحاد الأفريقي في منتصف 2014 وتقابل الرئيس عفتاح السيسي مع الرئيس الوزراء الإثيوبي أيامها في غينيا الاستوئية وقال له الدراسات اللي كانت طلبها الرئيس الإثيوبي يعني قال للرئيس المصري الدراسات اللي أدين بيها في اللجنة الدولية أصبحت جهزة تماما وهناك دراسات على أضرار السجدة على البيئة وعلى المية وعلى العمالة وعلى الأرض الزراعية في مصر وغيره فوافق الرئيس على استكمال المفاوضات وأصدره أيامها بيان بأنه دون شروط مسبقة وأنه زهن مفتوح وأنه إذا كان فيه أي أضرار نقدر نعدل ثم فجئنا بقى باستنزاف في الوقت وتطويل وأنه لا فيه دراسات معمولة ولا أي حد بس كل المفاوضات اللي كانت بتتم بين مصر وأسيوبيا كانت أسيوبيا تواصل بناء السد يعني لم يتوقف يوم واحد دي أحد الأخطاء اللي وقعنا يعني مش عايز أسكر أخطاء إنما في عام 2011 بقى فوسط الهوجة اللي احنا كنا فيها الوافد الشعبي المصري لا فيها برلمان ولا فيها رئيس وفيها مجلس عسكري بيقود حالة البلاد من الداخل كل يوم مظاهرات في قوية ده طالب زيادة المرتبات وده طالب زيادة ساعات العمل فكانت العملية فاشترطوا علشان أسيوبيا أيامها كان ميليز زيناوي رئيس الوزراء الأسبق اللي رحل بعدها بسنتين إن عشان أشكل لجنة دولية مش هنكتب إنه سدا تحت الإنشاء مش هنكتب إنه مشروع سدا ده احنا هنكتب إنه سد تم العمل فيه فعلا وبالتالي اضطرت مصر أيامها للظروف إنها توافق على إننا نتحدث عن كيان إنه كأنه سد قائم وليس مشروع سد ودي كانت أحد الأخطاء إنه بالتالي لما وفقت على إنه سد قائم ما تقدرش تطلب إيقاف العمل في السد لكن لما جينا نتفاوض بعد كده كان هو بيقول إذا اللجنة الدولية لقيت إنه فيه بد من تغيير وصفات السد هنغير بحيث إنه مصر والسودان ما تتضررش طب هنغير إزاي وإنت واخد قرار إنه العمل في السد لا يتوقف يعني خدوا قرار بإنه السد ده كبير لازم يتقلل شوي عدد فتحات خروج المياه ليلة لازم تزيد عدد تروبينات كتيرة لازم تقل هتغير إزاي وانت خلاص بتنفذ الرسم الإنشاء بتاعت فرفضوا على مدار الزمن وانتهجوا الاستراتيجية التركية اللي تبعتها مع سوريا والعراق أيام ما بانت سد أتاتورك العظيم اللي هي مفاوضات لا تنتهي أبدا وعمل في السد لا يتوقف وبالتالي أصبح الوقت في صالحه إنه كل ما يأزح وكل ما يجري عشان كده هو كان طلب من الشركة الإطالية إنها تخلص في خمس سنين وإحنا أيام ما قلنا ده مستحيل لأن السدود الضخمة تاخد من عشر إلى اتناشر سنة وبالتالي دلوقتي زي ما انت شايف من 2011 إحنا دخلنا في العام العاشر وهو ده يدوبك ولسه الافتتاح الكبير حيتم لإما السنة الجاية 21 أو 22 إنما فيه يعني مرحلي حيتم افتتاحه السنة دي في شهر يونيو القادم عشان يبدأ يولد من أول توربينين في السد النهضة الإسيوبي يبدأ يولد حوالي 750 ميجاواط من إجمالي 6500 ميجاواط حيتم يعني مزمع تولدهم من سد النهضة في النهاية هقف بس عند كم نقطة الأولى من اللازم مولى هذا السد وأسوبة دولة فقيرة هما الأول طلبوا من البنك الدولي أن يمول السد فرفض البنك الدولي التمويل وقال إنه أنا ليه السياسة ومعينة أولا أن يكون السد حيستفيد منه دولتين أو أكتر مش الدولة صاحبة المشروع فقط البند التاني فقاله إحنا والسودان حنستفيد والسودان وافقت الشرط التاني أما تكونش في دولة حتتضرر فمصر عادت إنها حتتضرر لأنه ما عنديش دراسات بتقول إن أنا مش حتضرر إنما بالتالي الدراسات المهندسين وخبراء الموارد المائية اللي في مصر اللي قالوا على إنه ممكن تحصل أضرار إذا ما ضمنتش إثيوبيا حد أدنى من المياه يخرج من السد فبالتالي هنا بدأت بقى المفاوضات إن إثيوبيا تدعي إنه ما فيش أي ضرر على مصر المصريين بدأوا يتخوفوا طيب لما ما فيش أي ضرر على مصر قولونا إن تعالوا نوقع على هذا الكلام يعني النيل الأزلق ده اللي بيجيب 49 مليار بعد السد حيجيب كام قدمونا دراسات على إنه عشان برضه أبسط الموضوع خليني أشرح لك سد النهضة من التسع سنين الدراسات اللي فاتت اللي أنا وكتير من الزملاء أجرناها عليها سد النهضة يعني حيطة دلوقت كده مبنية في وش المياه اللي جاي وعيس الحيطة دي فيها إيه بقى فيها الأول فتحتين تحت فتحتين فوق مستوى الترسيب الطمي الفتحتين دول وصفتهم تمرير المياه لما تكون السنوات العجاف والمياه قليلة يمرروا المياه من غير توليد الكهرباء علشان ما تتأثرش مصر والسودان بشدة لما دول فتحتين قليلين فوقهم على طول توربينين اتنين توربين في المستوى المنخفض عشان يولدوا كهرباء لما تكون المياه ومستواها لغاية 15 مليار مش 75 مليار الساعة الإجمالية دول بنسميهم توربينين التوريد المنخفض وبالتالي يبقى أصبح عندي أربع فتحات لما تكون المياه شحيحة اتنين يدوني مياه لمصر والسودان من غير توليد كهرباء واتنين يدوني مياه ويدوا الإسيوبيا كهرباء فوقهم بقى في المستوى المتوسط في بقية الستاشر توربين أربع تاشر توربين متركبين على أربع تاشر فتحة دول لما تتميل البحيرة فوق مستوى الخمسين مليار يشتغلوا كلهم لأربع تاشر توربين مع الاتنين اللي تحت يبقى الستاشر ويدوا الستة لاف وخمسمائة ميجاوات إذن أنا دلوقتي جينا اتكلمنا على أن الفتحتين اللي تحت دول اللي هيمرروا المياه في حالة الشح المائي والسبع سنوات العجاف قليلين مصر طلبت تكون أربعة فردت السيوبيا رفضت وقالت لا ما فيه فوقهم فتحتين التوربينين اللي بيولدوا كهرباء من المستوى المنخفض لغاية خمستاشر مليار متر مكعب بدل خمسة وسبعين يبقى احنا في الحالة دي هنفتح لكم أربع فتحات تد المياه وإدونا دراسات أنه التسعة واربعين مليار بتاع بتوع النيل الأزرق هيفضلوا تسعة واربعين وحسبوا هذه الستاشر توربين والفتحتين لكن ده كلام غير واقع ما هو ده بقى يعني إيه انت دلوقتي متقدم لك دراسات بتقول أنه توليد الكهرباء مش هنقص حاجة من حسة مصر عشان كده لما جيه هنا أبا أحمد وقبديه لما جيه إلى مريم وقبديه لما جيه مليززيناوي اتكلموا على أن حسة مصر مش هتنقص أنتوا قلقلين ليه لأنا لازم أسحب ميا علشان أولد كهرباء من الدول لازم مولت السابق بدأت في الأول كان تمويل البنك الوطن الصيني كان حيمول هو كان الرقم الأولي خمسة وربع مليار دولار كان حيموله البنك الوطن الصيني وبعد كده فيه اتنين مليار لشبكة الكهرباء ومحطة الكهرباء وقطوط النقل الكهرباء الصين كانت هتمول بخمسة وربع مليار وكوريا هتمول بمليار جنوبية وإيطاليا هتمول بمليار الواقع النهاردة من المول أيامها فيه نشط كان وزير خارجية نشيت اسمه دكتور نبيل فاهمي أي ونبيل فاهمي واستطاع أنه يقنع الدول الممولة أن هذا سدا خلافيا من فضلكه وقفوا التمويل إلى أنه توافق لأنه لغاية النهاردة السيوبيا مش عايزة تدين عقاد نافع في أنها بتقول مصر مش هتتأذي إنما مش عايزة توقع على كده عايزة مباحثات شفوية ويمكن حتى بعد كده رد الرئيس وقال أن العلاقات بين الدول لا تقام بالتصريحات الشفاهية إنما ولكن بالمعاهدات المكتوبة فقدر أنه نبيل بفاهمي وقف التمويل الإيطالي والتكوري والصيني إلى هما علشان ما يقفوش وباني أنه التمويل بدأوا يعملوا اكتتاب وبدأوا يقسموا حوالي 20% من كل موظف ومن كل واحد بيعمل في الخارج إنه يسدد ويبيعوا سندات لصد النهضة ورحوا رواجوا كمان لها مثلا عايزين يبيعوا في إسرائيل ويبيعوا في إيطاليا عشان يقدروا يلم فلوس ومن هنا ده اللي عطل إن السد بدل ما كان هيقلس في 5 سنين النهاردة 10 سنين يعني كل الفلوس اكتتابات؟ دلوقتي حاليا كل الفلوس إسيوبية قطر ما عادتش ما عادتش شوف دي حاجات من تحت الترابيزة ما تقدرش تمسكها يعني قطر وتركيا وإيران نسمع إن هناك تمويلات بحدود معينة لكن ما تقدرش قليلا لكن ما عنديش ما عنديش من الأدلة ما يزبط حتى في بعض الدول الخليجية أيضا بيقال إنهم ممكن يكونوا سهموا في التمويل حتى ولو بشكل غير مباشر إنه مثلا يفتح مصنع سمنت أو مصنع حديد لعمل الساد إنما ما عندكش دليل على كده الجزء الأول من حواري قرب على الانتهاء محارتك باقي في دقتين عايز علشان بعد الفاصل نناقش ده ما بعد جوالات من المفاوضات استمرت سنوات بين مصر وأسيوبي مصر لخصت طلباتها فيه عايزين بقى نذكر السادة المشاهدين بالمطالب المصرية من الجانب الأسيوبي أولا أن تضمن أسيوبي لمصر حد أدنى من المياه يعني ما ديجي مصر تقول إنه النهاردة النيل الأزرق بيجيب 49 مليار ادمن لي حتى 40 مليار خلي بالك ده ادمن لي هنا حد أدنى يعني يزيد إنما ما يقلش يعني برضو عشان نفهم دورة فايدان نهر النيل أنت عندك سبع سمان زي ما جوم في كل كتب وسبع عجاف وستة في المتوسط يعني عشرين سنة العشرين سنة دول منهم سبعة فايدان غزير التسعة واربعين مليار دول بيبقوا سبعين إلى تمانين مليار يزيد عشرين إلى تلاتين مليار في الفايدان الغزير وفي سنة من السنين وصلوا إلى مية وعشرين وبعدين ست سنوات في المتوسط تبصت لهمة تسعة واربعين مليار يبقى دي كده عندك سبعة وستة تلاتاشر تبفي العجاف السبع العجاف ينزل تطفقات النيل الأزرق بدل ما هو تسعة واربعين مليار نقول خمسين عشان نبصت الرقم يبقى تلاتين مليار فهنا مصري بتقول انت حتخزن خمسة وسبعين مليار عندك التوليد الكهرباء لو شغلت التروبينات والفتحات مفروض تمرر الخمسين مليار بتوعنيل الأزرق قبل كده إذن انت عندك رصيد خمسة وعشرين مليار مازال أمام السد اللي هي احنا قلنا سعة البحيرة تتخزين خمسة وسبعين انت هتولد الكهرباء بأقصى حاجة خمسين مليار والباقي عندك رصيد عشان لما ييجي المية بتاعت السنة الجاية تبدأ تملى البحيرة فتقدر تدينها ويبقى عندك رصيد تاني تولد منه لغاية تما تيجي المية ده المطلب الأول يبقى المطلب الأول وهو ده المطلب الرئيسي الرئيسي لا عندنا مطلب سنوات الملء لا ويجوب بكل ما بعده يعني خلي بقى لك أنا دلوقتي يعني آه يعني لو دون الحسة خلاص ما بقاش في مشكلة يعني أنا دايما بتكلم نحن متفاوض على مياه وليس على سد يعني انت تملف كم سنة انت تملف في مسم الفيضان انت تملف المهم انت مش هتتملي الخمسين مليار بتعنيني الازرق طالما بتقول مصر مش هتتضرر املى بقى زي ما انت عايز في سنتين في تلاتة في عشرة انت موقع معايا على اتفاقية تدي لك رجات مصر بعد كده قلنا هم بقى بيغدونا في طرق انت عارف المفاوضة الاسرائيل بصعب جدا ده زي الاسرائيلي لا اصعب اصعب كتير ويتخابس جدا واخد استراتيجية تركية زي ما قلت لك اللي مع سوريا والعراق مفاوضات لا تنتهي ابدا كل ما نتفع على حاجة يجي الجلسة الجاية يلغيها اتفقنا على المكتب الاستشاري يجي الجلسة اللي بعدها لغاها اتفقنا الاول على مكتبين واحد هولندي وواحد فرنسي جي بعد موافق مرة جاي قالك لا احزف الهولندي وبعدين طيب ماشي الفرنسي ده رغم ان اللي هو مصالح في اسيوبيا وفقنا عليه جلسة اللي بعدها اول ما المكتب الاستشاري الفرنسي اول قدم اول تأرير والتأرير ده ادان اسيوبيا في كتير من الاخطاء قالك يلغي المكتب الفرنسي كمان هنكمل بعد الفاصل بقية المطالب المصرية بس ده كان المطلب الرئيسي ان مصر بتقول لأسيوبيا بتفاوض معك على مياه ماليش دعوا بالسد انا عايز حصت نطلع فاصل ونشوف هننتهي لايه في 28 و 29 يناير من هذا الشهر ثم اذا فشلت الجولة الاخيرة مصر هتختار من وسيط حواري لازل متواصل مع الأستاذ الدكتور نادر نوردين حول سد النهضة جزء الاول استعرضنا الجانب التاريخي كيف ناشى وامتى والأفكار وان هنا جزء الاول بأهم المطالب المصرية من أسيوبيا النهار دكتور نادر قال جملة واحد مصر لا تتفاوض حول سد ولكن تتفاوض حول مياه انا ليه في زمتك 55 ونص مليار فانت تجيبوني 40 من 49 من النيل الأزر والباقي من الثلاث أنهار من الثلاث أنهار اللي جايين من البحيرات وواحد من البحيرات الاستوانين الأبيض من البحيرات الاستوائية طيب هنوصل ليه تلت جولات أربع جولات بتاعت أمريكا دي ولما أمريكا تدخلت بشكل بقى نهائي لكن أمريكا وجودها في هذه التفاوض كايه بقى دولة مضيفة ليس أكثر ولا دولة عظمة هتفرد رأيها ولا إيه هي حضرة الصيغة الوافت عليها أسيوبيا أن تكون مراقب مراقب ومصر طلبت أن تستضيف أمريكا المفاوضات وبالتالي وجود مرافضيته أسيوبيا قبل كده البنك الدولي أنه يكون حاضر المفاوضات ليه البنك الدولي الآن Eli بسه البنك الدولي حاضر آه في المفاوضات الحالية في أمريكا إحنا لما أمريكا لما استضافت المفاوضات طلبت أن يكون البنك الدولي حاضرا ليه البنك الدولي كل اتفاقيات الخاصة بنهر النيل من 1898 ما بين مصر والكنغو على نهر السيمليكي إلى 1902 مع اسيوبيا إلى 29 كلها مدعا في البنك الدولي وبالتالي البنك الدولي عنده إدارة كاملة اسمها إدارة نهر النيل البنك الدولي هو الذي يتولى تمويل السدود النهرية في العالم كله إذن عنده إدارة موارد مائية قوية للغاية فمن هنا كان زكاء من أمريكا أنه خلى وزير الخزانة اللي يشرف عشان هو مشرف على المعونات والهبات اللي بتروح لدول أفريقيا وبالتالي يقدر يضغط بيها على الطرف اللي هيشوف أنه بيعوق المفاوضات والبنك الدولي كمراقب دي لما هو على دراية تامة به كل الاتفاقيات نهر النيل موضعة في البنك الدولي ونهر دولي بعكس الدجلة والفراط مثلا مش أنهار دولية أنهار عبيرة للحدود نهر دولي ليه لأنه فيه اتفاقيات ما بين أعضاء وبين بعض البعض وبالتالي كل ما نيجي نحتاكم إلى أي شيء البنك الدولي حيكون شاهد أن هنا فيه اتفاقيات والاتفاقيات الدولية زي اتفاقيات الحدود اتفاقيات المياه لا تلغى ولكن نبني عليها يعني مثلا لما جينا اختلفنا مع اتفاقيات عن تيبي وهم قالوا نعيد توزيع المياه مصر ونلغي اتفاقيات اللي فاتت كلها مصر قالت لا ما نلغيش نبني عليها نبني عليها يعني بس أسيوبيا كانت بتهدر حق بصر التاريخي في مياه نار النيل والحصة ما هو يعني دوليا وفي القانون الدولي وفي قانون أمم المتحدة للمياه بنخطئ لما نستخدم كلمة الحقوق التاريخية هي اسمها الحقوق المكتسبة الحقوق المكتسبة يعني أي ما تعودنا على استلامه من المياه طوال مئات وآلاف السنين الماضية أنا متعود يوصل عندي عند أسوان 84 مليار كل سنة اللي 84 مليار دول أصبح حق مكتسب ما أصبحوش حق تاريخي مفيش حاجة اسمها التاريخ ملوش حقوق إنما مكتسب لأن أنا بنيت حياتي عليهم كمان عدد سكاني زاد التحضر زاد الصناعة الزراعة كل ده تطور وكل ده محتاج مياه كتير يبقى إذن الحقوق المكتسبة هنا زي ما قلت لك هم حبوا يلغوها في اتفاقية عن تيبي وقالوا لا نعيد توزيع المياه مياه قلت لأ أنت عندك فواقد في المستنقعات على طول امتداد نهر النين ما يقرب من 100 مليار أنتوا عايزين كام دول المنابع سوية عازها 3 مليار ده إحنا بس لو جمعنا مستنقعات جنوب السودان اسمها الصد أو السد ده بيفقد كل سنة 30 مليار مستنقعة يجي نهر النين ما يلاقيش انحضار يفرش على مساحة كبيرة يتبخر المياه والناس اللي يفئي 30 مليار وده أكبر مستنقع في العالم للمياه العازبة لو لمينا جزء بس منه ربعو 30 مليار دول يبقوا 7 ونص مليار هتاخدوا 3 مليار والزيادة ومصر والسودان تستفيد رحنا بعد كده على مستنقعات بحيرة ألبرت مستنقعات بحيرة فيكتوريا مستنقعات نهر الصوبات عما يتلاقى معنين الأبيض قلنا نبني ما نلغيش يعني الاتفاقية ما تتلغيش تي خلاص وقعت والبرلمانات اعتمدت إنما إذا كنتوا عايزين حساس مياه تعالوا نتعاون في عمل جماعي نستقطب مياه المفاوضات تاخدوا اللي انتوا عايزينه ومصر ما تتضررش في حقوقها المكتسبة أي ما تعودت على استلامه من المياه عبر مئات وآلاف السنين كخبير مياه أنا وقفت قدام رقم وعايز أعرف إزاي لو يقولك إجمالي الأمطار اللي نزل على الأسيوبيا أو هضبة الحمشة ألفين مليار متر مكعب سنوي آه بالزبط طب إزاي إحنا وقفين على 84 مليار جهين نار النيل لا هو إحنا قلنا فيه منبعين للنيل المنبع الأسيوبي والمنبع الاستوائي المنبعين دول منفصلين عن بعض خالص كل واحد فيهم يعني مش مربطين ببعض بأي حاجة حتى نهر النيل أما بيبدأ يلتقي بالمنبعين دول يلتقي بهم في السودان النيل الأزرق يلاقي النيل الأبيض في الخرطوم وبعدين ينضم اليوم عطبرة فوق شوية 330 كيلو فوق الخرطوم والصباط يخش على النيل الأبيض ويزقه عشان يمشي لقدام فيدي له قبلة حياة وييجي النيل الأبيض على الخرطوم ثم على مصر بيسقط على الهضبة الأسيوبية على حض نهر النيل إن هو النيل الأزرق وعطبرة والصباط التلات أنهار دي بيجوا من أسيوبيا 936 مليار 936 مليار دول اللي بيخرج منهم لمصر وسودان 72 بس إذن الباقي إما بيستفاد بهم أسيوبيا في الزراعة المطرية والزراعة الأورجانيك الزراعة العضوية وغيره وبالتالي لما بنيجي نتكلم على أن تأسيم المياه ما بين الدول غير عادل بيبقى هنا إيه أنا بتكلم عن الموارد المائية الكلية الموارد المائية بتاعت كل دولة بتشمل الأمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية المياه السطحية عندها مثلا عندك بحير التانى مش أنت بتستفيد منها في إثيوبيا بحير التانى فيها أسماك وفيها نشاط زراعي وبتاخد تروي الأراضي المجاورة واوة عندك أنهار بديلة هم ييجي يقولك لا مليكش دعوة بالأمطار ما تحسبهاش ومليكش دعوة بالمياه الجوفية وأنا عايز أأسم معاك المياه اللي ماشي بين ضفطين نهر النيل يبقى اسمها مش عادلة أنا ما عنديش أمطار في مصر ولا عندي زراعة مطرية إنما أنت عندك زراعة مطرية عندك دورتين للأمطار يبقى في إثيوبيا 936 مليار يصل منهم إلى مصر والسودان 72 مليار عبر الباق يروح فين؟ الباق تستفيد بهم إثيوبيا يعني إثيوبيا أكبر دولة في أفريقيا في إنتاج المواشي لميت مليون راس منهم 50 مليون أبقار و50 مليون التانيين ده إحنا تمانية ونص دول إحنا كلنا تمانية أشوف بقى هما 100 مليار دول جايين من المطر بينزل على المراعي الطبيعية تطلع الحشايش يتربوا ببلاش يولدوا ويتناس له محدش بيدفع عمليهم إنما أنا عشان أربيت تمانية ونص دول مقارنة بالمية اللي عندك أصبحت أكبر مستورد للأمح في العالم بس لعلهم برسيم والبرسيم منافس للأمح في الشتاء والفلاح عنده البرسيم أهم من الأمح عشان البيهيمة بتولد تجيب له رزق بتجيب له لبن بتعمل جبنة بيعمل زبدة دخل يومي إنما الأمحة هو بيعه وخلاص وبعدين البرسيم بيكسب أكتر فأنا علشان التمانية ونص مليون راس دول بقيت أكبر مستورد للأمح في العالم ودلوقتي حاليا دخل معهم كمان الفول والعادس المحاصيل الشتوية لأن البرسيم وكلني عشان أنت عندك 100 مليون مش عايز تحسبهم بيدخلوا لك 24% من إجمالي الناتج القوم الزراعي في إسيوبيا تيجي تقول لي لا ما تحسبش المطر دي من الموارد المائية تيجي تقول لي ما تحسبش بحري التالي يعني عندهم 800 مليار متر مكعب سنويا 936 مليار معه شين للأربعة وتمانين بيأتنين وسبعين بيأخلوا من إسيوبيا 72 يعني عندهم 100 مليار متر مكعب سنويا ولا فيه بخر لا هنا هم كمان عشان منطقة عالية الهضاب يعني ما تروح فرق الكرة تعاني من نقص الأكسوجين عشان منطقة البن الأسيوبي 1820 مهم عشان كده البن مثلا ما يطلعش إلا في المناطق المرتفعة والحرارة المنخفضة عشان كده هم من أكبر الدول يعني أي مولود يتولد بيزرعوله شجرة بن على باب بيته فهم من أكبر وبعدين بتروح على المطر فنضيف أورجانيك مفيش تلوث واصله فييجي يقول لك استبعد المطر استبعد للمياه الجوفية المطر ده كمان بينزل يملالك الأبار بتاعتك مية لا ما ليكش دعوة بيه ما ليه دعوة بايه يعني شوية المياه اللي هم 3% ونص اللي جايين لمصر والسودان وانت واغدين 96% ما لناش دعوة بيهم يقول لك آه ما ليكش دعوة من هنا كانت المفاوضات صعبة ان احنا عايزين نحسوا من المياه الجارية احنا واغدين كل المطر صعيد الناحية التانية بقى برضو على منابع النيل الأبيض بيسقط حوالي من 1000 إلى 1200 مليار كل ده كله بيجي منه كان بقى بيجي منه حوالي 45 مليار 30 مليار يروحوا في مستنقع جنوب السودان ويجي المصر والسودان بقيته فين الـ 15 كل ده بانا بقولك زراعة مطرية هم دعوة يعني حوالي 7 1000 مليار دول بيقع دول على النيل الأبيض على منابع النيل الأبيض والسودان 936 اذا انا باتكلم على حوالي 2000 مليار ما انا قريت الرقم قلت مفروض ما يبقاش عندنا مشاكل لما حسبناها تلع ان مصر والسودان دي بنسميها موارد النهر النهر ده بتكون ازاي امطار غزيرة تتجمع تمشي تخفر خفرة خلاص يبقى هو ده النهر نعم اذا المصر والسودان بياخدوا 3.5% من موارد مياه نهر النيل وانتوا بتاخدوا 96.5% ايه بقى المشكلة في كده عايزين تاخدوا تاني من المياه دي ولا كفاية انتوا ما عندكوش عاجزة في المياه انما واصل مصر بتعيد استخدام 20 مليار من مياه المخلفات يعني احنا الدولة الوحيدة في دول المنابع اللي بنعيد استخدام مية الصرف الزراعي والصحة والصناعي هم عندهم مية متجددة سواء مياه جوفية مياه سطحية عندهم بحيرات مثلا في اوغندا وتنزانيا بحيرة فيكتوريا عايشين عليها وبحيرة البرت هو دي اعلى منطقة في العالم ينزل فيها عمطار؟ من اعلى المناطق هي اعلى منطقة البرازيل لغابات الامازون دي حوالي نصيب الفرد انك حوالي 23400 في البرازيل ونهر الامازون تعرف الموت الاوروبي 2000 متر مكعب سواء؟ لا المتوسط العالمي حوالي 6000 لنصيب الفرد انما مثلا في البرازيل 23500 نصيب الفرد من المية متر نهر الامازون كام؟ 3500 متر مكعب 5550 متر نهر الامازون 84 فشو بقى انت هنا ده نهر وده نهر ده فيه تلتة مية العالم او 20% من مية انار العالم اللي هي عملة تكنوبية كلها؟ لا نهر الامازون فقط في البرازيل وبيدي بعض الدول اللي حواليه انما انت بتتكلم على انك صحيح ده اطول نهر في العالم نهر النيل انما نهر فقير في المية يبقى تعالوا بقى نتعاون مصنف انه نهر فقير؟ اه طبعا مش من العشرة الكبار هو اطول نهر انما مش من العشرة الكبار يعني هو عشان عرضه صغير اه لا لا عشان المية اللي بتصل ليه قليلة الباقي كله بيعمل مستنقعات زي ما انا قلتلك لقدر نجمع منها على اقل 100 مليار بس لا يتم الاستفادة من المستنقعات دي؟ او اللي النواية غير خالصة؟ لا النواية غير خالصة وهجوم في اتفاقية عن تيبي قالوا المستنقعات دي امور بيئية ما صحش لمصر انها تتدخل فيها عشان اطاعه علينا ويجب ان نحافظ على التنوع الحية وفيها ومش عارف ايه انما طيب انا دلوقتي اسيبي المية دي تكلها الحشرات والحيوانات الضالة ولا الانسان هو الاولى بيها يعني زي ما انتوا اعترضتوا على السد العالي وبدل ما كان بترم 22 مليار في البحر المتوسط دون عائد مصر وقالت 22 مليار دول احنا اولى بيهم وتقسمت علينا احنا والسودان ليه لان انتوا عندك وفرة من المياه مش من اللي كنتوا محتاجين احنا بنتحرك من ضيق ومن فقر برضو مثلا دي من الحاجات خلي بالك برضو من الحاجات المهمة اوي البعض المحطات اللي بتحب يتهاجم كده على طول ان اي اي نقص في حسة النيني الازرق ما هواش مخصوم من حسة مصر مش من 55 مصر ده ما تلك من 84 بمعنى ايه في اتفاقية 1959 ما بين مصر والسودان لما بننا السد العالي وبدأنا نوزع الزيادة لنتجة عن بناء السد العالي اللي نقصت لك الـ 22 مليار اللي كانوا بيترموا دينا السودان 14 واحنا خدنا الاقل من 7-8 مليار الاتفاقية دي نصت على نقطة مهمة اوي انه اذا طلب الدول المنابع حسس اضافية من مياه نهر النيل وفقت عليها مصر والسودان تخصم مناصفة ما بين الدولتين بين مصر والسودان نتحملوهم مناصفة مش بيش بحس تلتين يعني ما تبقاش تلت والتلتين مصر بتاخد 55 والسودان 18 ونص بلا مناصفة بند صريح في اتفاقية 1959 ما بين مصر والسودان بمعنى ايه افرد انه الـ 50 مليار اللي بيجوا من النين الازرق دول نقصوا عشرة نقصوا عشرة يبقى السودان 5 ومصر 5 يبقى حسة مصر حتنقص 5 زي السودان وفقت ودعمت السيوك يجي يقولك ايه كل بقى ما يسمعوا ان النين الازرق بـ 40 يقولك حسة مصر حتنقص 55 هتبقى 40 يا سيد ده 40 ده بس لهيك من النين الازرق ده لسه في عطبرة والصباط والنين الابيض طيب في الدقائق المتبقية 28 29 يناير شايف المشه دي هينتهي تنتهي الازمة؟ شوف انا اامل ان يتمسك المفاوض المصري بحد ادنى من المياه تضمنوا اسيوبيا بعد انتهاء سد النهضة ورقة رسمية مكتوبة من اسيوبيا محطوطة في البنك الدولي وبشهادة البنك الدولي وامريكا كمراقبين والثلاث دول تمضي عليهم ان اسيوبيا حتضمن الى مصر والسودان سواء حاليا في السد دلوقتي او اذا تبانى السدود مستقبلا على النين الازرق لان الطمي كتير او اللي يترصف في البحيرة وممكن يبنوا كم سد قدام سد النهضة هتضملي كم من المياه لازم نتفاوض على هذا الرقم وبعد لما تضملي من المياه خد الوقت بقى اللي انت عايز له بس هنا مين اللي حيراقب يبقى هنا البنك الدولي بصفته انه عنده يبقى عزم مراقبين لتنفيذ الاتفاقية تنفيذ الاتفاقية اصلا انت خلي بالك انت الاول الماكت بيجي لك في 3 شهور الفيضان يعني المطر بينزل على اثيوبيا يبدأ من شهر 6 و7 و8 و9 عشرة توقف يناير يجف في النيل الازرق دي كانت زمان يسموها في مصر فترة التحريق ان الارض عايزة المياه تطفيها لانه بنعتمد على مية النيل الابيض بس عشان النيل الازرق جاف فمثلا لما ييجي الجانب الاثيوبيا يقولك ايه تعلن اثيوبيا انها ملتزمة بالمال في شهور الامطار فقط ماهو النيل بيجف فيها هو اصلا نهر مسمي بيجي في الصيف ويجف في الشتاء يبقى انت بتضحك علينا ولا ايه انما انت مش عايز تلتزم بحد ادنى ليه يبقى انت عايز تتحكم في النيل الازرق وده كان البيان المهم لطلعته وزارة الخارجية ان اثيوبيا بتريد ان تمتلك النيل الازرق وتظن انه نارا اثيوبيا انت تتحكم فيه فيما بعد يعني بمعنى تعطينا ما تريد وتحجب عنا ما تريد وليس ما نحتاجه وليس حقوقنا يبقى واحد انت عايز المفاوضة المصر يصر على المبدأ بتاع ال 40 مليار توقع اثيوبيا على هذا اثنين ان يكون هناك وده يكون حد ادنى وليس حص يعني الا يقل انما في اسناء الفيضاء ال 40 دوليب و50 و60 واسناء الشح اثنين تحت مراقبة من البنك الدول من اللي حيراقي بالتنفيذ اصلا انت بدل ما كان بيجيلك المياه في 3 شهور الصيف انت دلوقتي المياه جاية قبلت الحيطة اللي احنا بنوه عليها اللي هي سد النهضة دي فحدييلك على مدار 365 يوم كل يوم الفتحتين اللي تحت والتوربينين اللي في يوم وال 14 توربين على قد ما يولده كهرباء او على قد ما تحتاج مياه الحصة يبقى انت حيجيلك الحصة على مدار 365 يوم بدل ما كان بتجيلك على مدار 90 ل120 يوم طيب هنحسبها ده للابد للابد خلاص ما انت الوقتي زي ما قلت لك النهر النيل الازرع جاي لا حيطة في وش الحيطة دي عاملة فتحات بتعديلك من المياه بحساب مين اللي هيقول ل40 مليار دول انصرفوا ولا لا انا وانت اسيوبيا تقول لك انا بعتلكوا اكتر من 40 ومصر تقول لا ده انا وصلني 30 بس يبقى هنا كمان لابد من مراقبة البنك الدولي وخبراء المياه فيه او مراقبة الجانب الامريكي لتنفيذ اسيوبيا للاتفاقيات لانها لم تلتزم باتفاقياتها مع كينيا يبقى ديني مرة واحد نمرة اتنين ما تخليش اسيوبيا تاخدنا في طريق اننا حملة على كم سنة وهملة وهابني سدود تانية ولا لا والسيادة المطلقة وان انا رفض ان حد يشاركني في ادارة الساد يا سيدي دير الساد بالطريقة اللي انت عايز طالما هتضمن لي حد ادنى من المياه النيل الازرع كان بيجيب 50 حيديلك 40 معلش لغاية ما خلص المال وبعد المال حيبقى خلاص البحيرة مال تحيجيلك الفيضان وحيجيلك الزيادة ومش هتنقص حاجة بس اضمن لي الكلام ده موقع عليه وبالتالي انا اتمنى من المفاوض المصري في جولتين 28 من 29 ان نصل انه ما يخدناش في عدد سنوات المال وما يخدناش في السدود اللي هتتبني بعد كده ولا في الطام انما ضمان اسيوبيا لحد ادنى من المياه ينصرف من خلف سد النهضة الى السودان ومصر وبالتالي دا يساهم في عمل التلات سدود السودانية بنفس كفائته مورسيرس وسننار وميروي والسد العالي في مصر بنفس كفائته ليه خلي بالك انه احيانا بعض الخبراء لما بيجوا يحسبوا الاضرار يتقع على مصر يتناسوا تماما ان انا عند السد العالي وبحارة السد العالي السد العالي دا واب بيسعى 162 مليار يعني قد حسة مصر قصدك عندنا مياه عندنا لا يعني ما تيجي يقولك ايه يانها رابية دا حقيقناس 10 مليار 10 مليار دول يبقى 2 مليون فدان بوار يبقى عندك 2 مليون فلاح يا سيد انت عندك السد العالي احنا قلنا العشرة مليار دول اللي هيتخسموا نصوهم من مصر ونصوهم من السودان كويس المياه اللي ورا السد كلها بتاعت مصر المياه اللي قدام السد لان المياه بتبقى فوش السد المهم يعني المياه دي كلها مفروض ان السودان كان الاول بتاخد السودان من المياه اللي جاية للسد دلوقتي المبانية الروسيرس وسنار وميروي اصبحت تاخدت 18 مليار بتوعها قبل ما المياه تيجي على مصر يبقى هي خارت خلاص حستها والمياه اللي جاية للسد العالي لبقى المياه اللي قدام السد دي بتاعت كلها بتاعت انا عندي 162 مليار منهم 90 مليار عمق حي يعني المياه يعني قد حستنا مرتين لو انت نقصت مني العشرة مليار دول الخمسة من السودان وخمسة مني طب الخمسة دول لو انت على مدار عشر سنين مثلا عشان تملى لسد بتاعك خمسين مليار طب انا عندي مخزون 90 مليار انت خايفين من ايه انما انا الخوف ايه بقى انك ان تيجي اسيوبيا تبني السد التاني والتالت والرابع زي ما عملت مع كينيا عشان الطمي كتير اللي جاي للسد والاربعين دول يبقوا تلاتين ويبقوا عشرين اذا انا بقول ايه لازم اسيوبيا تقر بحد ادنى يخرج من حدودها وليس من سد النهضة فقط يخرج من حدودها في النيل الازرق لا تقل وليس تساوي عن 40 مليار وبالتالي تضمن مصر ان مستقبل المياه اصبح في امان مع وجود مراقبين من امريكا والبنك الدولي لاصرف هذه الحصة الحال انتقى بس في كلمة واحدة لو فشلت المفاوضات احتاجنا وسيط تنصح المفاوضة المصري اخترر الوسيط ما نختارش دول نختار منظمات دولية للمياه اما البنك الدولي اما اليوئن وطر منظمة الامم المتحدة للمياه هم وغالبا يكون البنك الدولي اللي عنده اتفاقيات النيل هو الحاكم المهم المحايد ولديه خبراء يصق فيهم العالم كله وليس مصر فقط وبالتالي اذا وصلنا لتطبيق البند العاشر من اعلان مبادئ الخرطوم بالوصول الى وصيد دولي لتكون قراراته نافذة على الجميع يكون البنك الدولي هنا مثلا اسيوبيا اختارت جنوب السودان جنوب افريقيا جنوب افريقيا عفوا لانا تعلم ان لها موقف يعني هي مثلا مستضيفة كل الاخوان الهربين ولا موقف من مصر بعد 30 يونيا واضح طب لحظة اسيوبيا اختارت دولة احنا اختارنا بنك الدول من الحكم لا هنا ما نقولك عشان ما نختارش دول ومصر تقول انا بينه وبين جنوب افريقيا هنا هنا يكون الراعي الامريكي هنا اللي يقول لا البنك الدولي هو اللي يتولى بدليل وجوده كمراقب في هذه المفاوضات استاذنا الدكتور نادر نور الدين شرحا وافيا لكل ملف صد الناطة يا رب نتمنى التوفيق للمفاوض المصر في هذه المفاوضات الصعبة شكرا جزيلا لحظة حلقة انتهت معاك وحلقة نهاية الاسبوع شوفكم على قيد ان شاء الله السبت القادم سلام عليكم